دعت الملك محمد السادس رسالة إلى الوزير الأول الإسرائيلي بين يمين نتنياهو أكد فيها على القرار أو على أن القرار الهام لدولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المهربي على صحرائه والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة صائب ومتبصر مؤكدا أن هذا القرار لقي ترحيبا واسعا من لدن الشعب المهربي وقواه الحية وأكد الملك محمد السادس أن قضية الصحراء المهربية تعتبر القضية الوطنية للمملكة وتتصدر أولويات سياستها الخارجية موضحا أن القرار الإسرائيلي صائب كونه يدعم الأسانيد القانونية الحقة والحقوق التاريخية غاسخة للمهرب في أقاليمه الصحراوية وأنه قرار متبصر نظرا لكونه ينسجم مع الدينامية الدولية القوية التي اعتمدتها دول عديدة من مختلف جهات العالم في اتجاه دعم حل سياسي نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الداتية وذكر العاهل وذكر العاهل المهربي في هذه الرسالة بأنه منذ دجنبر 2020 لم تفتعل علاقات ثنائية بين البلدين تتوتد في جميع المجالات مضيفا بأن قرار الاعتراف بسيادة المهرب على الصحراء سيزيد من تعزيز الروابط بين البلدين أكثر فأكثر الملك محمد السادس جدد دعوته لنتنياهو إلى زيارة المهرب مشددا على أن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين رباط وتل أبيب كما سيشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة